أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تعبل مع مصر ودول عديدة حول العالم لتعزيز الطموح المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وأوضح بلينكين أن واشنطن تركز على جعل كوب 27 مستجيبا لأولويات واحتياجات القارة الإفريقية وذلك في ظل وقوع 17 دولة من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتأثر للمناخ داخل القارة السمراء وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إعلان بلاده عن المزيد من الاستثمارات الأمريكية للتكيف مع المناخ في القارة الإفريقية يثبت التزام واشنطن بالحلول الاستباقية مشددا على ضرورة الاعتماد على الحلول الجماعية في التعامل مع أزمة المناخ